أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المنافقون واليهود يقول الله تبارك وتعالى أَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا إِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُوا فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا إِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَا إِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَا إِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ إلى آخر الآيات الله تبارك وتعالى من إعجاز هذا القرآن أنه من عند الله بيّن لنا الأمور التي حدثت من قبل والتي تحدث مع المسلمين إلى يوم القيامة فالمؤمنون المخلصون همهم في كل زمان ومكان واليهود وأذنابهم موجودون في كل زمان ومكان إلى أن تقرب الساعة ويقاتل المسلمون اليهود كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فما شأن اليهود بالمسلمين وما شأن المنافقين باليهود ألم ترى ألم تعلم أيها المتلقي علما بينا واضحا شبيها بالحس البصري ناظرا إلى الذين أظهروا إيمانهم وأضمروا الكفر والعلاقة والتبعية لليهود وهم في ذاك الزمان في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم المنافقون ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يقولون بتكرار لإخوانهم الذين كفروا إخوانهم في الكفر كما أن المؤمن أخو المؤمن فالكفار إخوة لبعضهم في الكفر يقولون لإخوانهم الذين كفروا من اليهود من بني النظير عندما حاصرهم المسلمون بعد أن حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أثناء حصار المسلمين لهم مقالات ثلاث المقالة الأولى نقسم لكم لئن أخرجكم محمد من المدينة وعجستم عن المقاومة واضطررتم إلى قبول الجلاء لنخرجن معكم المقالة الثانية ونحن لا نطيع فيكم أحدا ولا نترك موالاتكم الموالاء التبعية والنصرة ولا نترك عدم الخروج معكم أبدا مهما كلف الأمر ومهما اضطررنا إلى ذلك المقالة الثالثة وإن قتلتم من قبل محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه لنعيننكم ولنقاتلن معكم ولندافعن عنكم بعد أن بيّن الله هذه المقالات الثلاث قال سبحانه وتعالى والله يشهد إنهم لكاذبون المنافقون كاذبون يكذبون على اليهود والله يعلم شهودا علميا لأحوال المخلوقات ظاهرا وباطنا يعلم سبحانه أن المنافقين كاذبون لا يمكن لهم أن ينفزوا أي مقالة من التي قالوها لليهود لا إن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لا إن أخرج اليهود من المدينة لا يخرج المنافقون معهم إنما يتشبثون بالبقاء إلا إذا قتلهم المسلمون ولم يأمر الله تبارك وتعالى بقتل المنافقين وأقسم مؤكدا لئن أخرجوا يعني هنا قسم مقدر أي أقسم مؤكدا لئن حضروا المعركة لنصرهم لجبنوا يعني المنافقون يجبنون عن مواجهة المؤمنين ولأداروا ظهورهم للمؤمنين وانطلقوا متابعين للهروب من وجه المؤمنين فليست لديهم قدرة بمواجهة المؤمنين ولئن نصروهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون لا ينصرون أي لا يوجد نصر محقق للمنافقين ربما كان لهم فترة من الزمن كما في يومنا هذا عشر سنين خمسين سنة مئة سنة كان لهم سلطان على جوانبا من البلاد الإسلامية ولكن لا يمكن أن ينصروا أبدا هؤلاء المنافقون فإن عقوبة الله ستتحقق بهم وسيتغلب عليهم المؤمنون وينتصر المؤمنون على المنافقين وعلى أهل الكتاب فلن ينتصر المنافقون ولن ينتصر أهل الكتاب ثم يعلل الله سبحانه وتعالى هروب أهل الكتاب والمنافقين ولماذا لا ينصرون لأنهم يخافون يخافون ممن يخافون من المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لعل الناس يسمعون عن المشركين والكفار كثيرا يقولون عن المسلمين إرهاب أو إرهابيون في الحقيقة هم يرهبون المسلمين المؤمنين الخلص يرهبهم الكفار وخاصة من اليهود والمنافقين لماذا لماذا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يفهمون لا يفهمون لو كانوا يفهمون لآمنوا الإيمان الصحيح لعلموا أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى فهو الخالق القادر وهو الناصر من لم ينصره الله لا يمكن أن ينتصر فإذا حقق نصرا بسيطا أو استعلاء بسيطا في وقت من الأوقات وفي جانب من جوانب الكرة الأرضية فهذا لن يدوم لهم على المؤمنين إنما سيكونون مخزولون لأنهم لا يفهمون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل الخلائق مؤمنهم وكافرهم هو الخالق للأرض ومن عليها فهو قدرته النافذة وقدرة غيره مؤقتة هذه الرهبة تقع في قلوب أهل الكتاب من اليهود ومن نافق معهم ويدخل في ذلك في عصرنا حاضر الكفار من أهل الكتاب من النصارى الذين خرجوا عن نصران يديهم ويدخل كما قلت في ذلك النصارى الذين جعلوا من أنفسهم حميرا لليهود ذكرت مرارا أن التلمود اليهودي يزعمون فيه أنهم أنصار الله وأحباؤه وأنهم أبناء الله وأن غيرهم من الأمم حمير أو كالحمير فكثير من أهل الكتاب في الغرب والنظام الأمريكي على وجه الخصوص يبدو أنهم خرجوا عن النصرانية المسيح لا يرضى بهذه الأفراد التي تخرج منهم المسيح لا يرضى منهم أن يكونوا عبيدا لليهود ينفذون مخططاتهم لنصرة اليهود ولو أراقوا الدماء ولو دمروا العالم لا يرضى المسيح بهذا أبدا بل لا يرضى عاقل من العقلاء بهذا ولكنهم مع الأسف استسلموا ورضوا أن يكونوا حميرا لليهود أسأل الله العافية فلذلك هم لا يفقهون لا يفهمون مصالحهم جعلتهم اليهود يظنون أن مصالحهم بقتل المؤمنين السنة على وجه الخصوص لأنهم هم المؤمنون الصادقون فبادروا إلى قتل المؤمنين عن طريق عملائهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ونرى نحن هذا في العصر الحاضر ولكن هذا لا يدوم ويبين الله لنا قتالهم قتال اليهود وحمير اليهود لا يمكن لهم أن يواجهوا خاصة اليهود فيقول سبحانه لا يقاتلوكم جميعا لا يقاتلونكم جميعا لا نافي وليست ناهيه لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر جدر جمع جدار بأسهم البأس الشدة والحرب بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون من جبن اليهود وخوفهم وجبن أذنابهم الذين ساروا مسارهم أنهم لا يبرزون لقتالكم بشكل مواجهة واضحة إنما يقاتلونكم متحصنين بالمجمعات السكنية وبالجدران الحديدية والجدران الحجرية تحصنهم بالجدران الحديدية بالدبابات بالقاصفات بالطيران لا يجرؤون يخترعون الطائرات التي تقذف من علو حتى لا يصلهم مضادات الطائرات من الأرض فهم إذن لا يستطيعون مواجهاتكم وأنا أتحدى بالنسبة للمشكلة السورية التي يزعمون أنهم يريدون حلها لا هم الذين يقتلون المؤمنين الدول العظمى هذه الدول العظمى إذا لم تعد إلى رجدها سيخربون العالم ويخربون هيئة الأمم المتحدة ويفسدون في الأرض لأن اليهود مفسدون في الأرض وهم جعلوا من أنفسهم تبعاً لليهود وأيضاً مثل ذلك روسيا الكتلة الشرقية بأسهم بينهم شديد اليهود وأذناب اليهود أو نسماهم التوراة حمير اليهود من الذين تركوا النصرانية وأنساقوا في المخطفات اليهودية تظنهم جميعاً ولكنهم بأسهم بينهم شديد وقلوبهم متفرقة قد يقول قائل إنهم اجتمعوا علينا ذهب اليهود إلى روسيا فأحضروا لنا الطيران الروسي وهناك كثير من الدول اجتمعت ومنعت السلاحة عن سوريا يعني منعت السلاحة عننا نحن الشعب السوري لأنهم لا يمنعونه عن النظام الذي يقتلنا إذن هم يشاركون في القتل لا يسمحون لنا أن نشتري ما يوقف قصف الطيران على أولادنا الصغار ونسائنا فهم مجرمون مشاركون للنظام في قتلنا من المستفيد في ذلك؟ هل تستفيد أمريكا؟ لا أمريكا يزيد كراهية الشعوب الإسلامية كلما فهمت عداوة أمريكا لها فتزداد عداوة لها وإن لم ينتقموا الناس الآن من أمريكا فسيأتي أبناؤهم أو أبناء أبنائهم فسينتقمون إذن لو كان لهم عقل لا يعملون لمصادحهم المستفيد الوحيد فقط من قتلنا في سوريا وفي مصر عن يد عملائهم أو اليهود فقط فهم يعملون لمصلحة اليهود وبأسهم بينهم شديد تقول كيف بأسهم بينهم شديد؟ نعم عندما يكون بينهم خلاف يكون بأسهم شديد ولكنهم اتفقوا علينا نحن المسلمون لأن ملة الكفر واحدة ممكن لليهود أن يجمعوا أنواع الكفر في داخل البيت اليهودي وفي خارجه من أثنابهم وحميرهم يمكن أن يجمعوهم ضد الإسلام والمسلمين لأنهم دائما يخوفونهم منهم بابع حتى إن بعض التجمعات الإسلامية يجمعها هؤلاء اليهود وأذنابهم لتظهر بمظاهر إسلامية غير صحيحة فتنفر الناس من الإسلام وليجدوا سببا من أجل المجيء لقتلهم وقتالهم فيقتلوننا ويقتلونهم هذه من آخر المخطفات والكيد الذي يكيد فيه أعداء الحق وأعداء الإسلام والمسلمين فانتبهوا يا شعوب الإسلام المشهد أمام أعينكم وهو يوم بعد يوم يتضح أكثر فأكثر حتى يراه من لا يراه من كان أعمى القلب سيرى كل شيء بوضوح بإذن الله تبارك وتعالى بأسهم بينهم شديد ولكنهم يتفقون علينا لماذا بأسهم بينهم شديد ولماذا يتفقون علينا نحن المسلمون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون العقل الإدراك إذا استعمله الإنسان يصل إلى الخير ويختار الخير ولكن إذا لم يعقل ولم عقله لم يمنعه العقل من المكانة عقل الشيء أي عقل الدابة أي ربطها عقلهم لا يربطهم عن الباطل وعن الفساد لأن شهواتهم قد غطت عقولهم فما يستطيعون أن يفكروا ويعقلوا هؤلاء كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا بال أمرهم ولهم عذاب أليم من هم الذين قبلهم قريبا هم يهود بني قينقا بعد أن غلب المسلمون القريش في غزوة بدر وهرب الكفار وانتصر المؤمنون بدأ يهود بني قينقا يقولون المسلمين نحن أهل حرب نحن لو وجهناكم في الحرب لقتلناكم نحن مع أن بينهم وبين المسلمين عهد أن لا يقاتلوهم وأن لا ينصروا عليهم أحدا ودخلت امرأة إلى صائغ من بني قينقا فجاء أحد اليهود وربط زيلها من الخلف بظهرها بشوك بحاجة فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت فقام مسلم إلى هذا الذي فعل هذه الفعلة فقتلهم فذهب اليهود فقتلوا المسلم ففالبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص فرفضوا ويعتبروا قد نقضوا العهد فأمر الله فحاسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم اليهود من أن يبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين قالوا لهم ابقوا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجداهم فربنا تبارك وتعالى يحذر يهود بن النظير فيقول لهم أنتم سيكون وضعكم مثل وضع الذين من قبلهم وهم بني قينقا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا عذابا عذابا نقضهم العهد مع رسول الله مع المسلمين ولهم عذاب أليم في الآخرة أيضا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين روى ابن جرير الطبر في تفسيره في هذه الآية عن عبد الله بن مسعود قال كانت مرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب قال فنزل الراهب ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم اتفنها ارتكب جريمتاني غير الزنا قتلها فإنك رجل مصدق يسمع قولك فقتلها وذفنها فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بإختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا فلما أصبحوا قال صاحب أحدهم أحد الإخوة إني رأيت كذا وكذا فقال الآخر وانا رأيت كذا وكذا فذهبوا واشتكوا إلى الملك فقبضوا عليه وأخذ لي قام عليه حد القصاص ليقتل لأنه قتل فجاءه الشيطان فقال له أنا أوقعتك فيما أوقعت فيه ولا أحد ينجيك غيري فاسجد لي سجدة أنجيك فسجد للشيطان فقتل قصاصا فمات كافرا فأنزل الله قوله تعالى في هذه الحالة كمثل الشيطان إذ قال لإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 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 شكرا